مريض السكر مريض السكر ما ياخدش اي دواء غير لما يكون قدامه الاكل وهياكل مباشرة وبذات اللي بياخده انسولين لقال لا ياخد الجرعة بتاعته وينشغل عن الاكل فبالتالي يحصل لهبوط في سكر الدم فبنقول هتاخد الجرعة الانسولين وانت على ميدة الفطار ابتدي دايما فطارك لو هتاخد حتى طمر هتاخد واحدة او اتنين ما تكترش عن كده لانه ده هيرفع سكر الدم بتاعك عليه جدا ابتدي دايما طبق الصلطة زي ما اتفقنا طبق شربة وبعدين لازم تاخد حاجة فيها نشويات لو كنت اخدت جرعة الانسولين بتاعتك ما تأجلش النشويات اللي هتاكلها عشان ده يتقل انت واخد لك جرعة الانسولين فيه ناس كتيرة تاخد جرعة الانسولين وتاكل حاجات ما ترفعش سكر الدم فتهبط لا لو انا هاخد الانسولين يبقى لازم هاخد مقابل النشويات اللي بيشتغل عليها عشان ما يحصلش بوط في سكر الدم تمام هاخد جوء بس هاخد كمية محددة زي ما انا متعود ان انا ااخد لكن ما زودش يعني ان انا مخترعش الخطأ ان انا ازود في اي حاجة فالدنيا تتلخبط ابقى مش عارف انا ما ليه حصل ايه يبتدي يحس بيه نشفان ريء جامد يحس ان هو بيتبول كتير بيحس ان هو جعان ومش شبعان سكر الدم لما بيلخبط بيقدي للتلات اعراض دول بيشرب ريء وناشف جدا مع انه بيشرب بيتبول ميا كتير وبذلك بالليل اثناء الليل يقوم ويدخل حمام اكتر من مرة ويبقى بيأكل بس جعان لانه جسمه او خلايا الدم مش داخل لها السكر اللي في الدم عشان يشبعها فيجعانا لا تزال جعانا شعر بشعور الهمدان والتعب والاجهاد رغم انه هو مفروض انه واكل ومرتاح واي من النوم لكن تعبان مش مزبوط اللي بننصحه للشخص واقف تناول النشويات اللي انت بتاكلها لو انت عندك الشعور ده اعرف ان ده ارتفاع في سكر الدم عن العادي طبعا ايه سكرك خد جرعة الدواء بتاعتك قلل وأنن من قدر النشويات اللي بتاكلها اللحوم ما ترفعش السكر اللحوم هترفع اليوريك أسد او هترفع الكوليسترول لكن ملهاش علاقة بالسكر فلو مريض سكر اخد قدر من اللحوم ايا كان القدر ده كبير مش هياخد له انسولين خلي بالك الانسولين انا مش باخده للحمة حتى لو ضاني حتى لو باللية ضاني لا لا خالص اللية ضاني بترفع الكوليسترول اللحمة ضاني ممكن ترفع الكوليسترول دهون الدم لكن مش هترفع سكر الدم ولا حاجة فلو انا مريض سكر وما أكلتش نشويات وأخدت انسولين وكلت لحمة بس غال ههبط طبعا فانا أبقى عارف ان انا لو أخدت جرعة الانسولين بتاعتي لازم أخذ في المقابل جرعة النشويات اللي انا هاكلها يعني ما يحصل هبوط في سكر الدم وحيث ان انا أعرق واتريعش وساعتها يبقى فيه غيبوبة سكر واطي مش عالي موسيقى